اهلا بحضراتكم من جديد ابعاده من قيمة البطولة على الاطلاق اكرم توفيف النادل مع منتخب مصر يصاب قطع في الرباط الصليبي اصابات مؤثرة في توقيتات حرجة جدا عشان كده كانت بطولة كأس رابطة الاندية المحترفة بطولة مفيدة جدا حبينا نقف عن كثير من التفاصيل اللي فيها بي بعضمة لسانه رابطة الدروس المستفادة النسخة الاولى من كأس رابطة الاندية المحترفة فيها كتير من الدروس المستفادة لعل الدرس الاول منها لأول مرة جمهور النادي الاهلي الكبير اللي فاطم على حب البطولة يقتنع دايما ان الاهلي لو دخل اي بطولة عنده الهدف الاساسي المنافسة على الفوز بيها ربما كان الرأي الاعام بين جماهير النادي الاهلي على قناعة بانه هذه البطولة ليس المستهدف منها كاس البطولة بقدر الدروس او الفوائد اللي انا ممكن اجنيها من وراء هذه البطولة كانت الفكرة في الاول مفيدة واشدنا قلنا ان البطولة جات في معادها لكثير من الاندية واقصر مستفدين للآلي عندما خدت تجربة ليكتشف مجموعة من ناشئيين ويتنغم معهم واستطاع من خلالها ان يقدم مثلا واحد زعمار حمدي في احسن حالاته وان حاول حسان ولكن اصيبه صلاح محسن وابتدى بهاني وبعدين خاف عليه من الاصابات فارجأ اشراكه ولا جاء له كورونا انا مش عارف فجأة ليعب قول ماتش وبعد كده ملعبش خاف عليه ربما اشوف ده طبيعي لكن زي ما قلتلك ما نحطش العربية قدام الحسان ونقول بنجرب لانه ما فيش وقت في وقت اللي احنا فيه ده يعني التشكيل الذي بدأ النهاردة المباراة انا كنت متخوف جدا جدا من الفكرة ان تبعدوا كلكم وتعالوا كلكم الناشئين اتهرسوا وادعقوا ايوه وفي قمة حماسهم وتدفقهم البدني ولقوا الاقاع كل ماتش بلعبوا حسام التاني احلى شوطة لعب شوطة تانية امام المقبلون العرب حاجة مبدعة جدا في هذه المجموعة كان مقنع جدا ولكن فجأة طب عودوا كل طب ليه نبتدي كلنا وليه نقعد كلنا ده اللي انا مش عارف استوعبه طيب خفت من دي جدا لان اخر مباراة وصاذ ابراهيم لعبناها بالفريق الاول يوم ستة عشرين ديسمبر من شهر فديت اتناشا يوم اجازة انا كنت قال الان وقلت هو اربعة عشرين يوم هيقضوا وانا احنا هنستعد من جديد فاكتشفت انه مش عارف عشرين يوم ولا حاجة الفريق اللي انت مسجله في كاس العالم للاندية بخلاف الدوليين ده انت اول اول نص المدة اول اربعتاشر يوم او عشر او اتناشر يوم ما كانش معاك قعد اتناشر يوم اجازة روحة كاملة رجع بعضهم عنده كورونا فهمنا طب نستنى لما يخفوا يعدوا تلات اربعة ايام ويرجعوا بالتدريج فيه لعبة كان ممكن يجازوا يعني استغربت ان حسين الشحات استغربت ان افشا استغربت ان ياسر استغربت ان احمد عبدالقادر بعد ما خاف كانوا لديم يخشوا مع الولاد اللي هم في فورة الحالة البدنية عشان نشيل بعض انا شيلك بخبرتي وانت شيرني بمجهودك لعاد ده انا ما اوصل لمجهودك تكون انت خدت الخبرة فنقش مع بعض